أعلنت نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان أن الولايات المتحدة تتعهد بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار لمواصلة دعم جهود تعافي باكستان من فيضنات 2022 المدمرة مشيرة إلى أن هذا التمويل يعزز التزام أمريكا تجاه الشعب الباكستاني ومعالجة أزمة المناخ كما أضافت أنه مع اقتران الدعم الجديد بمبلغ 97 مليون دولار للإغاثة من الفيضانات ومقاومة الكوارث ومساعدات الأمن الغذائي المقدمة في العام 2022 و4.8 مليون دولار من الدعم المالي من شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية فإن هذا يجعل إجمالي التزام الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 200 مليون دولار